السلام عليكم صباح الخير للجميع ونهار سعيد وجمعة مباركة جاءت تفاصيل جديدة أصدقائي عن قصة الطفلة المفقودة التي عمرها تسعة سنوات والتي كنت قد نشرت لكم عن قصتها منذ يومين الطفلة اسمها فلغي وهي من جنسية أوكرانية والتي اختفت عندما كانت متوجهة إلى المدرسة وأيضا الكارثة الكبرى بأن المدرسة عندما لم تصل الطفلة لم تتوصل مع الأهل ولم تخبر أيضا المدرسة الشرطة لذلك الشرطة فتحت أيضا تحقيقات مع المدرسة الاختفاء تم بمدينة صغيرة بولاية زاكسن هي مدينة دوبيلين وآخر مرة شهدت فيها الطفلة تسعة سنوات فلغي كانت أو فلغية كانت يوم الاثنين صباحا الساعة السادسة وخمسون دقيقة عندما غادرت الطفلة الصغيرة المنزل وتوجهت إلى محطة الحافلة التي كانت سوف تنقلها إلى المدرسة لكنها لم تصل أيضا إلى محطة الحافلة لأنهم سألوا أيضا سائق الحافلة قال بأنه لا يتذكرها وأيضا الكاميرات التي توجد داخل الحافلة لم تقم بتصويرها إذن لم تدخل إلى الحافلة فتعرضت للاختفاء من طريقها من البيت إلى محطة الحافلة وهي تقريبا مسافة خمسمائة متر هذا ما جعل الشرطة الآن ترغب بفتح تحقيق مع المدرسة لمعرفة الأسباب لماذا المدرسة لم تخبر ولم تتصل بالشرطة ولم تتصل بالأم لأنه كان ممكن البدء بعملية البحث صباحا باكرا وليس بعد الظهر لأنه بعد الظهر الأم انتظرت الطفلة وعندما لم تصل الطفلة إلى البيت اتصلت الأم بالشرطة ونشرت الصحافة الألمانية قصة الطفلة وأيضا تكلموا مع الأم ونشروا بعض التفاصيل المهمة سوف أخبركم بها الأم جاءت مع الطفلة المفقودة إلى ألمانيا في خريف عام 2022 جاءت من أوكرانيا إلى ألمانيا وكانت أيضا معها طفلة أخرى هي بنتها الصغرى التي عندها أيضا ثلاثة سنوات الأب ظل في أوكرانيا لذلك انتشرت بعض الإشاعات التي تقول هناك في مدينة دوبيلين بولاية زاكسن تقول بأن الأب هو من يمكن أن يكون خلف هذا الاختفاء لكن الشرطة تقول بأنها تبحث بجميع الاتجاهات ويتم أيضا التحقيق بالأمور الخاصة بالعلاقات العائلية سألوا أيضا أم الطفلة المختفية هل تظنين بأن أب الطفلة الذي يوجد بأوكرانيا هو من وراء هذا الاختفاء هي قالت بأنها لا تظن لأن علاقتها مع أب الطفلة فلاغية علاقة جيدة وقالت للصحفة الألمانية بأن في آخر فترة كانت هنا صعوبات وسألوا الأم كانت هنا صعوبات هل تقصدين بالمدينة التي تعيشين بها كانت بها صعوبات ما هي هذه الصعوبات فلما ترغب الأم بالإجابة وقالت الصحفة الألمانية بأن الأم منذ أن جاءت إلى ألمانيا كانت عندها بعض العلاقات مع بعض الرجال وقالوا بأن الآن يتم التحقيق لمعرفة كل هذه التفاصيل وعلى من تعرفت منذ أن جاءت إلى ألمانيا لذلك الشرطة الآن تعمل بحث كبير جدا من أجل العطور على الطفلة والأم تعيش ضغوط نفسية كبيرة وحالتها النفسية صعبة جدا 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 وحزينة على ابنتها نتمنى إن شاء الله أن يتم العطور على الطفلة المفقودة بأسرع وقت لذلك دائما وضروري بأن الأباء والأمهات يتكلمون مع أطفالهم بأن الأطفال لا يتكلمون مع الغرباء أيضا ضروري نصح الأطفال بأن حتى إذا جاء شخص مثلا الأطفال شافوه مع الأب أو شافوه مع الأم بأن لا تكون عندهم ثقة زائدة ويمشون مع ذاك الشخص لو عرض عليهم مثلا بأن يوصلهم إلى المدرسة أو يوصلهم إلى البيت أو يقول لهم مثلا ويستغل معرفتهم المسبقة بالأب والأم ويقول لهم تعالوا معي سوف أوصلكم عند أبوكم سوف أوصلكم عند أمكم بأن لا يصدقوا وبأن يقولوا بأدب لا شكرا وضروري ضروري أن تعملوا لأبنائكم وسأضع لكم رابط من الأمازون ساعة جي بي اس يمكن إذا مثلا أحد الأبناء التقى به شخص وكان يعرفه وقال له تعالي اركب معي إلى آخره بأنه يقول لا لا سأتصل بأمي ويتصل مباشرة بكم بالساعة وأنتم تتأكدون وتقول لا لا تركب يعني ضروري التواصل هناك ساعات جيدة تباع بأمازون سأضع لكم الرابط هي متصلة بالإنترنت اشتروها استثمار جيد يمكن أن تعملوا لها أيضا كارتا كارتا رخيصا يعني كل شهر تعبئة 5 يورو 10 يورو على الأقل الواحد يكون مطمئن بداية من هذا اليوم وبسبب اقتراب بطولة أوروبا لكرة القدم التي سوف تنظمها ألمانيا يمكن أن تكون هناك ضوابط حدودية مؤقتة وصارمة حيث سوف يتم بداية من اليوم زيادة المراقبة بكل النقاط الحدودية في ألمانيا كانت نقاط حدودية برية جوية أو بحرية من أجل التعرف على متيري الشغب ومنعهم من الدخول إلى ألمانيا هذه الإجراءات تشمل الحدود مع الدنمارك فرنسا بلجيكا هولندا واللوكسنبورغ وباقي الحدود هي أصلا يعني بها دائما دوريات وبها مراقبة يعني حدود النمسا سويسرة تشيك وبولندا ستكون هناك أيضا ضوابط أمنية كبيرة طيلة فترة البطولة الأوروبية التي سوف تحتضنها ألمانيا بداية من الرابع عشر من يونيو حزيران قامت الشرطة الألمانية يوم أمس بعمليات مداهمة وتفتيش لسبعين منزلا لمتهمين بنشر منشورات تدعو للكراهية على الإنترنت بما في ذلك الدعاية النازية ومنشورات بها عبارات معادية للسامية وتهديدات بالقتل ضد السياسيين أكثر الحالات هي تابعة لليميني المتطرف وطلبت وزيرة الداخلية الألمانية يعني طلبت من المتضررين الذين يتعرضون إلى السب أو الشتم أو التهديد بمواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت لتقديم شكوى لدى الشرطة ووزارة الداخلية ترغب التصدي لجرائم الكراهية بحزم وتضاعفت أيضا حالات الكراهية المسجلة في العام الماضي لتصل إلى تمانية آلاف وإحدى عشرة حالة قرر البنك المركزي الأوروبي تخفيض الفائدة لأول مرة منذ نحو خمسة سنوات حيث خفضت الفائدة الرئيسية بنسبة 0.25% لتصبح 4.25% كما خفضت الفائدة على الودائع لتصبح 3.75% تخفيض سعر الفائدة يرغب من خلاله البنك المركزي الأوروبي تحفيز الاقتصاد في الدول الأوروبية عبر تشجيع الشركات على أخذ قروض بنكية والاستثمار لأنه أيضا الفوائد البنكية سوف تنخفض بعض الشيء أيضا من خلال نقص الفوائد البنكية يرغبون بأن شركات البناء تتشجع من أجل بناء وحدات سكانية كثيرة وأيضا يرغبون بأن الناس يتشجعون من أجل شراء بيوت وشقق لأن سعر الفائدة البنكية سوف ينخفض بعض الشيء أيضا من أجل دعم الاستهلاك وأن الناس ترجع كي تصرف أكثر لكن هناك عيوب وتحذيرات من هذا الأمر بحيث قد يؤدي تخفيض سعر الفائدة المبكر كما يراه مجموعة من الاختصاصيين إلى عودة التضخم مجددا وارتفاع التضخم ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض قيمة عملة اليورو أمام الدولار أو قيمة عملة اليورو أمام العملات الأجنبية مما يزيد تكلفة الواردات وبذلك يحصل أيضا غلاء بالأسواق وأيضا الناس الذين يدخرون أموالهم بالبنك سوف يؤدي الأمر إلى انخفاض الفوائد البنكية على مدخراتهم ممكن أن يجعل أيضا عدد من الناس ليسحبون أموالهم من البنوك ويصرفونها وممكن أن البعض الآخر يسحب أموالهم من البنوك الأوروبية ويأخذها مثلا إلى بنك أمريكي لأن بنك أمريكي يدفع فائدة أكثر للمدخرات فلذلك الأمر له إيجابياته وله سلبياته من الناحية الاقتصادية تشير البيانات الجديدة إلى أن تكاليف مساعدة جوب سنتر أو ما يطلق عليها بالألمانية بيرغا جيلد أموال المواطنين تتجاوز كل التوقعات بشكل كبير الأمر الذي يتير الكثير من القلق بين السياسيين من أحزاب المعارضة والمراقبين ووفقا للبيانات الصادرة عن وكالة العمل الاتحادي يعني بوندس أجنتو في أغبايت بلغت تكاليف مساعدات جوب سنتر لشهري يناير وفبراير بداية عام 2024 3.9 مليار يورو لكل شهر هذا يعني بأن مساعدة جوب سنتر سوف تكلف حسب ما نشرت الصحافة الألمانية بعام 2024 خزينة الدولة الألمانية 47 مليار يورو هذه السنة وهي تكلفة مرتفعة على ما كان يتم توقعه من قبل من قبل كان وزير العمل يتوقع بأن تكلفة جوب سنتر 37 مليار الآن المراقبون يقولون سوف تكلفنا 47 مليار يعني زيادة 10 مليار وقالت الصحافة الألمانية بأن أسباب زيادة تكاليف جوب سنتر على خزينة الدولة هي بسبب زيادات مساعدات جوب سنتر بداية من عام 2024 التي بلغت 12% وأيضا قالوا بسبب أن عدد كبير من اللاجئين الأوكرانيين المسجلين بجوب سنتر لا يعملون وأن فقط 25% من الأوكرانيين هم من يعملون في ألمانيا وقالوا بأن أيضا زاد عدد العاطلين عن العمل الذين يتلقون مساعدة جوب سنتر لذلك حزب تسي دي او الاتحاد المسيحي الديمقراطي بالمعارضة أعرب عن قلقه من ارتفاع مصاريف جوب سنتر على ميزانية الدولة وطالب مسؤولون من حزب تسي دي او بعمل إجراءات حازمة وأنه يجب أن يكون العمل أكثر جاذبية للشباب وليس مساعدات جوب سنتر مسؤول بحزب اف دي بي الليبرالي الذي أيضا يوجد ضمن الائتلاف الحكومي قال بأن وزير العمل يجب أن يعمل على توفير فرص العمل للناس وليس أن يكون وزير مساعدات جوب سنتر وجاء أيضا رد فعل من عند وزارة العمل حيث رفضت وزارة العمل هذه الانتقادات وصرحت بأنه التقديرات المبنية على بيانات شهرين فقط شهر يناير وشهر فبراير هما بيانات خاصة بفصل الشتاء ليست دقيقة بأي حال من الأحوال وأكدت وزارة العمل بأن هذه التحليلات مبالغ فيها ولا تعكس الواقع على ما يبدو بأن موضوع جوب سنتر سوف يظل في الواجهة إلى أن تمر انتخابات خريف 2025 يوم الأحد التاسع من شهر يونيو أصدقائي حزيران هو يوم الانتخابات الخاصة بالبرلمان الأوروبي لذلك هذه دعوة لجميع سكان ألمانيا الحاصلين أو الذين لديهم جنسية ألمانية أو الذين لديهم جنسية أوروبية أو جميع سكان الاتحاد الأوروبي الذين يحملون واحدة من الجنسيات الأوروبية بالتوجه يوم الأحد من أجل الانتخاب انتخبوا أصدقائي ولا تدعوا شخصا آخرا يحددوا مصيركم فمصيركم بين أيديكم من يحكم بالبرلمان الأوروبي هم من يسيرون أوروبا وأيضا يتحكمون بمجموعة من القوانين الكثيرة الخاصة بالاتحاد الأوروبي لذلك ضروري أن تنتخبوا أنا شخصيا قمت بواجبي الانتخابي وقمت بعملية الانتخاب عبر البريد بغيف فال فأدعو الجميع جميع الناس الذين لم يعملوا بغيف فال الانتخاب عبر البريد بالتوجه يوم الأحد للانتخابات بطبيعة الحال يجب أن تكون عندكم ورقة الانتخابات قد وصلتكم مع عنوان المكان الذي يجب أن تذهبوا له من أجل الانتخاب سأضع لكم أيضا هنا رابط لفيديو تكلمت فيه عن الأحزاب أصدقائي وعمل استطلاع للرأي من القناة الثانية الألمانية بخصوص انتخابات البرلمان الأوروبي سألوا الناس من هو الحزب الذي سوف تنتخبون عليه وترغبون أن يمثلكم في البرلمان الأوروبي 30% يدعمون حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي 14% حزب الخضر 14% حزب اسبيد الاشتراكي 14% حزب البديل 3% حزب لينك اليسار 4% حزب FDP الليبرالي 7% حزب BSV حزب زاغا فاغن كنشت 3% حزب فولت 11% باقي الأحزاب الصغيرة محبي كرة القدم هذا اليوم على موعد مع لقاء إعدادي للمنتخب الألماني الذي يستعد لبطولة أوروبا لكرة القدم هذا اليوم سوف يواجه المنتخب الألماني منتخب اليونان سوف يبدأ اللقاء الساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة وسوف يجري اللقاء الإعدادي بمدينة دورتموند بولاية شمال الرين فيستفالن وسوف ينقل على القناة التلفزيونية RTL المنتخب الألماني يرغب من خلال هذه المقابلة أمام المنتخب اليوناني أن يجرب مجموعة من التكتيكات مجموعة من اللاعبين وأيضا خلق الإنسجام بين تشكيلة المنتخب الألماني الذي يرغب بالفوز ببطولة أوروبا للأمم سوف تبدأ البطولة الأسبوع المقبل يوم الجمعة المقبلة بالرابع عشر من شهر يونيو حزيران بأول لقاء لألمانيا أمام سكوتلندا كانت هذه جولة لأهم الأخبار كي تتوصلوا دائما بالجديد اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وانشروا الفيديو كي يتوصل الناس دائما بالأخبار الموتوقة من مصادر موتوقة شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء